بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كثير من الرسال تصل إلى قناتنا عن طريق الرقم المجاني حول مسألة الأزواج الذين يخونون زوجاتهم وهي تقول بنص العبارة أنا متورطة بأولاده وبناته ولولا أولادي وبناتي لطلبت الطلاق منه ولن أبقى يوم واحد معه في الحياة وكذلك هو يرسل رسالة ويقول أنا تزوجت امرأة لا أحبها أمي قد اختارتها لي أو إني قد اكتشفتها بعد ذلك لا تلائم طبيعة حياتي وتوردت معها ولا أستطيع أن أطلقها أو أفارقها لأن لدي أولاد وبنات منها طبعا مع احتراماتي هذا نوع من أنواع الحمق الزوجي نوع من أنواع الحماقات الزوجية التي يخضع لها الزوجان بسبب أهلهم وهي ماذا؟ يا أخت الكريمة إذا تزوجتي ليس شرط وليس هناك أمر إلهي وليس هناك حكم شرعي من الله سبحانه وتعالى بأن تنجب منه في أول سنة من الزواج وأنت أيها الزوج الكريم لا يوجد هناك أمرا إلهيا وحكما شرعيا واجبا بأن عليك أن تنجب منها في أول سنة زواج هذه مشكلة مشكلة كبيرة يعني على الزوج أن يتثقف على الزوج أن تتثقف قليلا يعني على الأقل كما يقول أهلنا باللهجة العامية خلي لك خط رجعة وأنت كذلك خلي لك خط رجعة أول ما تتزوج لا بد أن تنجب منه طفلا لماذا؟ لأنها تحت سلطة النساء من الأمهات والخالات والأخوات اللواتي هن أكبر منها على أساس بأنها تربط الرجل فلا يتزوج غيرها ولا ينظر لغيرها وتبدأ الخيانات وهي لا تربي وتكبر ولكن ماذا؟ تكبر مع أولادها إذا أولادها يكبرون يوما فهي تكبر معهم سنة في كل يوم سنة وتتورد لا تستطيع أن ترجع لأهلها لأن معها أصبح ثلة كبيرة من الأولاد والبنات ولا تستطيع أن تلتفت لحالها ولا تستطيع أن تطلق ولا تستطيع أن تبقى وتعيش حالة الجحيم تموت في اليوم والليلة ألف مرة وجناب الزوج الكريم الذي المفروض هو رجل ولديه رأيه ولديه معتقده وفكره يخضع كذلك لأمه ويخضع لأهلها وأهله وعليه أن ينجف فورا فإذا به خلال سنة سنتين ولديه ثلاثة أطفال أربعة أسا كيف ما أعرف تتعجب هو لم يتزوج إلا من سنوات قليلة ولديه أربع خمسة أطفال وبعد ذلك ماذا يتحسف ويتندام ويقول كيف أبقى معها ولولا الأطفال ويعيش حالة الشيب والمشيب وهو ما زال شابا يجب على هذه الثقافة أن تنتشر يا أيها الزوج ليس هناك حكما شرعيا يجبرك على الإنجاب في أول زواجك وأنت أيها الزوجة ليس هناك حكما شرعيا يجبرك على الإنجاب في أول زواجك وإذا كان مسألة بأنه لكي يرتبط ببيته ولا يفكر بالزواج من غيرك وزوجك ربطي بالعيال فإذا كان هكذا يعني الزواج لبئس الزواج لماذا تزوجت إذا كنت خائفة منه؟ إذا تبدأ حياتك بالحيلة والمكر وكيف أربطه وكيف لا أجعله يتزوج غيري ويتورط بالعيال هو هذا الزواج؟ هو هذا مودة؟ كيف ستدوم الحياة يعني بينكما؟ إذا كنت أنت من البداية خائفة منه لماذا قبلت من البداية إذا لم يكن هو أمينا عليك؟ أو يحبك أو يقدرك؟ هذا الفكر؟ ومع الأسف أنتم العائلة الحمقة الذين قد أعطيتم يعبناتكم لهؤلاء إذا كنت أيتها الأم الأصيلة الفاهمة العربية التي لديك طباع وتقاليد عن أمهاتك وجداتك إذا كان هذا الشخص غير مأمون الجانب لماذا أعطيتمه ابنتكم؟ لماذا؟ أعرف أشخاص تزوجوا ولم ينجبوا لعشر سنوات ولخمسة عشر سنة وما زالوا يعيشون قصة حب لأن العائلتين عرفا كيف يختارا البنت لهم والولد لهم فهذه الثقافة التافهة والسخيفة والتي لم يأمر بها الله عز وجل ولم ينزل بها سلطان علينا أن نتركها وأيها الزوج اجعل لك خط رجعة عش معها بعد الزواج سنة سنتين وحاول أن تعرفها جيدا لأنه مع الأسف الشديد حتى في حالة العقد قبل الزواج المرأة لا تستطيع أن تظهر جميع أسرارها ولا تستطيع أن تتعرف أنت على حقيقة أهلها بالعمق وكذلك أنت لا تستطيعين أن تتعرف عليه وتعرفين كل أسراره وكذلك الأهل لا يستطيعون أن يعرفوا كل أسراره ويعرفون أسرار أهله في العمق إلا بعد الزواج لماذا؟ لأنهم يبدأون لا يستحي أحدهم من الآخر ويرفع الخجل وإلى غير ذلك وتبدأ الفضائح خرجوا أهله يعني مثلاً يسمعون للغناء وهم لا يحترمون المرأة والمرأة آخر شي يفكرون فيه أو هو يقول بأن والدها أو عفواً بأن والدها ظهر بأنه كذا وأمها كذا وأخواتها وأخوانها كذا وهي طلعت طبائحها كذا إلى غير ذلك فيا أخي أخر مسألة الإنجاب واعطي لنفسك فرصة وأنت كذلك ولا تخضعان لقول أحد آباداً الأمية في كل الطرفين تحب أن ترى أحفادها والأب كذلك يريد أن يرى أحفاده وأنتم سوف تتورطون هذه ثقافة رجاء عليها أن تنتشر وكذلك ترى في زماننا قلة العيال من اليسار يعني كما قال الإمام الصادق عليه السلام قلة العيال من اليسار يعني من اليسر يعني المرأة تنجب وتنجب تنجب وتنجب حتى يصل الأمر بأنها لا تستطيع أن تلتفت إلى نفسها وإلى صحتها وإلى نظارتها وجمالها وبعد ذلك تقول زوجي يقوم بخيانتي ويذهب لغيري وإلى غير ذلك أنت التي وردت نفسك بمجموعة من الأولاد الكثر لدرجة بأنه أصبح لا يراك جميلة ولا يراك تهتمين به يعني أيتها العاقلة المفروض بأنك ماذا لا تقبلين بذلك مهما حاول لا تقبلين بذلك بأن تكونين مصنع فقط للإنجاب لأن هذا سيجعلك تكبرين بسرعة تكبرين بسرعة في بعض الدراسات بأن المرأة كل طفل تنجبه تكبر فيه عشر سنوات فورا تكبر فيه عشر سنوات وكذلك أنت أيها الزوج يعني لا تجعل من حياتك يعني مجرد إنجاب يعني وهي هذه الحياة فتهمن نفسك ولا تجد لذ براتبك ومالك ولا تستطيع أن تسافر ولا تمتع نفسك وتمتع زوجتك بخصوصية في السفار في ذهب إلى مطعم معين إلى نزهة إلى مكان معين لكثرة عيالكم يعني هذا يدل على الغباء ومثلت بأنه يعني جاء في الروايات بأن الطفل يأتي ومعه رزقه إلى غير ذلك نعم نعم والطفل يأتي ومعه رزقه ولكن ألا يحتاج إلى تربية هذه التربية عليك يعني الطفل يأتي ومعه رزقه ولكن لا يأتي معه تربيته وكذلك يعني عافيته ويعني مدرسته وإلى غير ذلك الله سبحانه وتعالى نعم يفتح لك باب رزق له ولكن التربية والاهتمام والسهر يعني مسألة الرقضة وهذا كله عليك أنت وعليها لذلك دائما وأبدا أول سنوات الزواج قدر الإمكان عيشا حالة من حالات الحب والمودة والألفة واستمتعا بحياتكما أولا يعني أنت أصلا اتزوجت لكي تستمتع قليلا بحياتك وترى حياة مختلفة أول ما تتزوج تخلف مع الأسف الشديد في قمة الغباء والحماقة فورا تضع نفسك مسؤولية ولذلك الكثير من الشباب يصدمون بعد الزواج ويقول لهم ما اتزوج أحسن طبعا لأنك لم تستمتع مع زوجتك بما يكفي من السفار والجلوسويا والخروج وهي كذلك يعني صاحبة المقام والتي تدعي الفهم أنا أتفاجأ أن البعض منهن ماجستير ودكتورا يعني دكتورا أو بعضهن يعني مثقفات ويرسلنا إلي رسائل وأتفاجأ بأنها يعني كأنها كفتاة عادية إمرأة عادية أول ما تزوجت خلفت اثنين وثلاثة وأربع وتقول صدمت بالمسؤوليات لذلك استمتعوا بحياتكم بعد الزواج لسنة وسنتين وثلاث من باب تخلي لك قد رجع لكي تعرفها جيدا ومن باب لكي أنت تستمتع بالزواج وهي كذلك تستمتع بالزواج والحياة الزوجية لأربع سنوات خمسة وبعد ذلك لاحقين على الرقضة على قول أهلنا يعني لاحقين على الرقضة والسهر والتعب والمستشفيات والتربية والمدارس وإلى غير ذلك برنامج صباحات ولائية همين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام